أتكلم أنه ده شيء طبيعي بيحصل كل موسم مع داية أي موسم ده بيحصل وطبيعي جدا أنه موسماني أو أي مدير فني يكون ليه مطلق الحرية النهاردة في أنه يختار مين اللي هيقعد ومين اللي هيمشي كمان إليو ديانج الحقيقة إليو ديانج النهاردة يمكن مع النادي الأهلي يمكن هو في موسم واحد توج خلاله في إليو بادجي في موسم واحد توج خلاله بأهم بطولة وهي بطولة أفراقي وبطولة مهمة وكمان أخذ بطولة الدوري المصري وبإذن الله يوم السبت هيتسجل لي برضو بطولة كاس مصر وهي طبعا بطولة كمان أكيد مهمة جدا اللي احنا عايزين نتكلم فيه بقى أنه اللاعب بادجي تحديدا تلقى عروب كتير جدا في الأيام الأخيرة ديات منهم فرنسا وفي غيرها من الأندية هو أصلا لاعب يفاضل ما بينها حاليا يعني كسب الحقيقة كذا حاجة كسب تجربته القصيرة في الأهلي أكيد هو ترك بصمة كبيرة أكيد تشاف من خلال مشواره مع النادي الأهلي كمان فيه لاعب ولاعب مميز جدا لعب أحمد الشيخ في صفوف طبعا كان في النادي الأهلي والشارك يمكن فيه مباراة كتيرة مهمة مع الفريق وتم الربط ما بين اسمه أندية تانية كلكم عارفنا بس بالرغم من كده النهاردة طلع على حسابه أحمد الشيخ على حسابه الرسمي الشخصي على تويتر تحديدا وكذب كل الأخبار دي وقال أنه حتى اللحظة دي ما وقعش لأي فريق هنرجع تاني ونقول أنه يجب أنه نتحرد دقة يجب أنه ما نمشيش وراء أي أخبار وخلاص بلاش كلام بلاش إشاعات دايما عن الاهلي بيواجه إشاعات في الفترة دية قبل تحديدا مبارياته المهم وأنه فيه عدد جديد من اللعيبة هيتم الاستغناء عنها هو ده دلوقتي الكلام اللي داير النهاردة وبيدار الحقيقة بشكل احترافي فالنهاردة التعامل مع هذه الأخبار إحنا طبعا نادي الآله هنا بتعامل بكل شفافية بكل وضوح بكل احترافية أيضا في هذا الملف تحديدا لأنه ملف شائق جدا وعارفين أنه قبل مباراة مهمة دائما بندخل في قصة من ماشي من جيم من خرج من سافر فالحقيقة يعني يجب أنه نتحرد دقة فعلا